موسيقى 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 انا رحب بكم مرة تانية قلت في المقدمة ان المرض النفسي محتاج مساندة ومحتاج طول الوقت انه نبقى مع المريض النفسي الحقيقة انه نسب المرضى النفسيين عالية جدا والحقيقة انه النسب كل سنة بتزيد عن السنة اللي قبلها والحقيقة انه بيتقال كتير انه المرضى النفسيين في القاهرة نسبتهم عالية جدا بس الحقيقة انه الصعيد والارياف كمان موجودة فيهم نسبة عالية اكتر من القاهرة نتيجة او لأسباب كتير جدا احنا حابين نعرفها النهاردة علشان كده زي ما قلت انه في مجموعة من الاطباء قرروا انه يهتموا الى حد كبير بالمرض النفسي لانه المرض الجسدي واخد اهتمام كبير من ناس كتير واخد اهتمام من الاعلام واخد اهتمام من الدولة بشكل عام ولكن المرض النفسي بيتحط تحتيه كده امراض كتير مش بنبقى فاهمين انها بيتم التعامل معها او بيتم التعامل مع الشخص ده كمريض نفسي احنا حابيني النهاردة مع حضراتكم نتكلم اولا عن يوم 27 يناير انه ليه مجموعة الاطباء دول قرروا انه يهتموا في اليوم ده بصفة خاصة بالمرض النفسيين حابين نتكلم بقى عن المرض النفسي بشكل عام في مصر عن نسبته ليه بتزيد ايه الحاجات او الامراض اللي ينفع يتقال عنها او بتصنف على انها امراض نفسية وازاي بيتم التعامل معها من قبل الهيئات المسؤولة او من قبل الدولة ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع دفتنا المشرفانة جدا وجودها معينا النهاردة دكتور صفي ناز عبد السلام استشاري الطب النفسي ومعد برامج الاسرة اهلا بك يا دكتور مشرفانة ومنورانة اهلا بك يا سالي انا مبسوطة جدا ان انا معاكي النهاردة وفي نفس الوقت مبسوطة بان دايما الستي في بتهتم بالامور اللي بنقعد نتكلم فيها نتكلم فيها كتير بس ما بنلاقلهاش صدى شوي ايه صحيح دكتورة المؤمنين بقضية المرض النفسي بيتعبوا جدا عشان يوصلوا المفهوم ده وازاي نحد من انتشار المرض زي ما انت بتقولي عليه فانا سعيدة طبعا ان انا بتكلم في الموضوع ده النهاردة ومعاكي كمان اولا ان انا اسعد طبعا بوجود حضرتك معي واسعد كمان ان احنا فعلا بنتكلم على موضوع يمكن مش بنتكلم فيه كتير وموضوع مش واخد حقه في حين انه موضوع مهم جدا وفعلا المرضى النفسيين اولا هما لازم نساندهم طول وقت ونحسسهم انهم مش هقل من حد تاني بالاضافة الى انه في بعض الامراض النفسية بيقال عنها وده اللي هعرفه من حضرتك النهاردة صح ولا غلط بيقال عنها بتصير او بتبقى سبب في مشاكل كتيرة جدا داخل المجتمع فبالتالي ده لازم الفئة دي نهتم بها اكتر كمان بس انا عايزة اسأل بحرك عن يوم خمسة عن يوم 27 يناير ليه اخترتوا اليوم ده هتعملوا ايه في اليوم الفكرة جات ازاي من البداية خالص طبعا لازم اشكر اخت دايما بتحاول تساند المرضى النفسيني وبالذات في المستشفى الصحة النفسية اللي موجودة في العباسية هي كانت بتحاول كافراد بيحاولوا يساعدوا الناس اللي محتاجين مساعدة فلما رحت لهم لقيت فعلا انهم محتاجين مساندة بس مش اكتر من كده بيحبوا قوي في حاجات كتيرة مش عندهم بيحبوا قوي انه يحطوا مانيكير لانه يحطوا روج الناس كتير ما بتزرهمش فيه ناس كتير موجودين في المستشفىات محطوطين خفين ما عندهمش اي مشاكل ولكن ما عندهمش اماكن المستشفى بترعاهم وبتقف معاهم احنا عايزين نعمل فعلا مساندة نفسية لاي مريض نفسي في اي مكان على في اي حتة في بلدنا لانه المريض النفسي مشكلته الاساسية الشعور بالوحدة وانه ما فيش حد بيسانده ودايما احنا مفهومنا خاطئ عن التعامل معاه مين بقى المسؤول يا دكتور عن المفهوم الخاطئ يعني دايما في الافلام او في المسازلات بيبينوا انه المريض النفسي ده شخص مجنون شخص مختل عقليا شخص ممكن ينقض على الشخص اللي قدامه او زي او ايا كانت الطريقة اللي احنا يمكن انا كشخص ما تعملتش بصفة شخصية مع شخص مريض نفسي ولكن من خلال الاعلام من خلال التلفزيون من خلال الافلام خلص الصورة شوهت تماما فاولا هيفرق معافقي الشخص المريض النفسي في يوم زي ده في انه ناس تروح تزوره انه نهتم بي انه يبقى له على الأل يوم سنويا الناس بتهتم بي وثانيا انا زي هتعامل مع مريض النفسي علشان نصلح الصورة المشوهة اللي بتطلع على الشاشات يمكن لخصوصية الموقف شوية ولانه احنا زي ما انت بتقولي انه الشكل الاعلامي شوه الانسان ده برجم انه هو لو عرفناه هو انسان حدث له خلل داخلي جوه نفسه مش مرتبط خالص بخدراته العقلية ولا مكانته ثقافية الانسان من كسرة صدمات قد يمر بيها او مواقف في السابق وهو في الطفولة قد تؤثر عليه في الحاضر لو اهتمنا به هنحد من المشاكل المرتبطة به بمعنى احنا كلنا بنخاف لك ان المريض النفسي مش مريض عقلي لازم هنفرق بين الاتنين لانه المرض النفسي هو اضطراب يحدث للانسان ممكن نموصله لانه من التوتر والقلق يحدث عنده اكتئاب يحدث عنده احباط يؤدي به الى بعض الامراض اللي نضطر ان احنا ندي ادوية لها بجانب ان المرض الزهاني او المرض العقلي ده اللي بيحتاج قوي انه يدخل في بعض الاحيان في مستشفيات طبعا لي عشان الرعاية ولان الدواء بيبقى شيء مهم جدا وضروري لي ولانه ممكن يرجع لحياته الطبيعية في بعض الحالات يعني مش معنى ان انا مريض نفسي ان انا هعيش طول عمري كده لا اطلاقا لانه بدليل ان المرضى النفسيين لما بييجوا او اللي عندهم اضطراب لانه لازم نقول انه من كترة الضغوط اللي علينا وعدم تنظمنا لحياتنا اسلوب حياتنا في الاكل في الشرب في التعامل كل الاشياء دي ممكن تؤدي بينا انه يحصل عندي نوع من انواع الكتاب تمام لكن التعامل مع المريض النفسي لو هنتكلم في انه اللي ممكن يصنف تحت كلمة مريض نفسي احدك بتقولي انه المريض النفسي ده ممكن يبقى مرض نفسي نتيجة الضغوط اللي بتحصل على الشخص كتير والمرض العقلي او المرض الزهاني ده نتيجة انه حصل خلل ما فيه ما في مياه في الوقت المريض العقلي بيصنف تحت المريض النفسي ولا العكس ولا اللي بيحصل يعني لما انا بقول ان انا عندي اطراب ممكن الاطراب ده بنقيسه بالتايم ممكن يعود اسبوعين شهر المرض النفسي هتعودي في اعراضه لمدة ستة شهور متكاملة عشان اقول ان انا هنا عندي اكتئاب انا عندي هنا قلق انا عندي هنا توتر دي المهام اللي احنا بنقولها او مش لازم لما اداي او احس ان انا مودي صعب او مش عايز اروح الشغل او ان اعايز اخد اجازة او الحاجات اللي بتحصل لنا كلنا انه نبقى انا مريضة نفسية ولكن انا عندي اطراب داخلي في كياني الداخلي في التعامل مع مجرأيات الامور لان انا ممكن امر بتجارب صادمة اعدي بيها حد تاني ما يمرش يعني يتعب منها يتوقف وعشان كده بنقول ان المريض النفسي يجب لهم وسندة يجب اني ما نهرهوش ما اقولوش هو انت ايه اللي بتعمله ده ما تقوم نفسك طبعا انا مش عايز اقول انه مشاكل كتير بتجيلي المشكلة كلها في الاسرة في التعامل مع مفهوم المرض النفسي في بعض الاحيان يقولوا للمصاب انت منتحه كويس هو وصحتك وبتمشي وبتروح ربطهم ما بين المرض البيولوجي والمرض النفسي طبعا شيء ما يتقلش ولكن ازاي انا حد يبقى عنده بانك اتاك او عنده رهاب او خوف شديد جدا او بيجيلوا بعض الاعراض الجسدية نتيجة لمشاعر الخوف واقول له قوم انت غلطان انك بتعمل كده لا ده انا لازم احوط عليه واقول له قوم مفيش حاجة تعال معنا هنخطي المرحلة دي ونخطي لازم يبقى عندنا طولة بال معه لكننا انت تعمل مع طفل صغير خايف من اول مرة يمشي بالضبط ولانه المرض ممكن يجي لأي حد في اي وقت بأي خلل بأي فيروس يعني ممكن الانسان يصاب بفيروس في المخ يؤدي بيه له حالة نفسية يعني يعني الامور كلها بتاعتنا لانه بعض الامراض النفسية بتبقى عملية جينية وراسية اما لحنا ليه ربطنا بالجنون عشان عشان دايما كان لما حد يكون مكتئب او تعبان او واخد جنب لامتا تدخل فيها الاساطير الوهمية انه ركبه جنة او عفريت او الحاجات اللي بنشوفها وزيدة جدا في الفترة دي على فكرة او انه يعني ينفعل عنده حدة في الانفعال فبيزع وبيصوت وابعده عني يعني يسيبوني لان كل الناس مثلا ممكن تبقى كيرينج بيه قوي فيصور فيقول لك لا دا دا انت حتلاقي كلمة طبيعية بتقول لي لا 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 انت كده الجننت خالص مع ان دي حدة في الانفعال نتيجة للتواطر المر بيه وعشان كده لما بنقول فيه امور جينية وامور وراثية فيه امور نفسية بيئية اللي هي مشاكل الاب والام عدم التعامل مع المراهق بشكل سليم تؤدي الى امراض نفسية حرمان الطفل اللي هو ممكن حرمانه من امه عدم وجود حنان هتقول لي لي معقولة الحاجة دي تؤدي الى امراض نفسية هو دا الاسباب الرئيسية للمرض النفسي بجانب الصدمات التي يمر بها الانسان طب انا لو هتكلم مع حضرتك في انه يعني كل الحاجات اللي بتنتكلم فيها دي دا شخص عايش مع ناس أو شخص ممكن يبقى عايش معنا في البيت فمر بحاجة حد مشغل معانا حد من جرانا لكن الشخص اللي عايش فترة طويلة قوي داخل مستشفى الامراض النفسية أو مستشفى الامراض العقلية الشخص المنعزل الى حد كبير عن مجتمع خارجي مع ناس بقالهم كتير ما شفهوش مع ناس واشكال هو نفسه بقاله كتير ما شفهاش مع عدد كبير من جلسات من العلاج اثارت الى حد كبير فيه هو شخصيا لما هيخرج برة في المجتمع لما هيخرج برة باب المستشفى ازاي هيعرف يدمج نفسه في المجتمع وزي المجتمع هيقبله كشخص بابله كتير ما تعملش معه على فكرة المريض النفسي بكل ملابسات الدواء والجلسات العلاجية والجروب ثرابي اللي بيتعمله وكل الامور دي ممكن يرجع تاني طبيعي مع بعض المثبتات او الادوية اللي تخليه يتفاعل شوية المشكلة المؤلمة اللي هنقولها الوقتي ان فيه ناس كتير بترفض انه يخرج وخصوصا اهله بيخلوه قاعد في المكان مش عايزينه لانه ما عندهمش قدرة ازاي اتعمل معا مع اني عندي حالات كتير جدا وكانت مرض عقلي وكان مرض نفسي وترك واهمل فالعملية يعني بقت اصبحت صعبة جدا واصبح عنده مشاكل اضطرته انه يدخل المستشفى لفترة ويرجع للبيت في حضن اهله مع الادوية ومع نظام الاكل معين مع نظام الحياة المختلف اللي في السايل بتاعه بيتغير بيتقدم وبيبقى كويس جدا وبيتفاعل مع المجتمع حاله احنا اللي عندنا مشكلة مش هو اللي عنده مشكلة عشان فعلا يعني ناس كتير بتدخل المستشفى بتقول اللي جوه اعلى من اللي بره عندهم قدرات وكرياتف وبيرسموا وبيقولوا شعر وعندهم قدرة تمثيلية وهي دي بقى الفكرة ما بسألها لك فيها انه الشخص ده برضو الى حد كبير منعزل او عايش في جو ما هيقلو انه يعرف يعمل ده كويس او بيعالج داخل الجو ده وبيعالج داخل اصوار المستشفيات وبيلاقي انه جو مختلف عن اللي بره لما بيخرج للمجتمع بعد فترة من العلاج وبيشوف بقى صدمات بتحصل بره في المجتمع بيشوف تعامل من المجتمع ككل تجاه الشخص ده على انه شخص مجنون او انه شخص مختل عقليا بيحصل له زي نكسة مرة تانية فده اللي كنت بس أل في حضرتك انه ازاي المجتمع يقبل الشخص بعد ما بيخرج من فترة علاج دي مهم انت اتكلمت على موضوع النكسة يعني في فترة العلاج بيبقى عندنا حوالي 3-4 نكسات لو جدت متتابعة يبقى الحالة بتتدهور لكن كل ما كان المجتمع حاضن كل ما النكسات دي بيعتد يعني عندي حالات كتيرة قوي دخلت مجرد أسبوع مع اهتمام من المستشفى وانا وخرجت خدت الأدوية ابتدت تسحب الأدوية منها تدريجيا وخلاص ابتدت تنتظم لو تشوفي الحالة قد ايه انا ببقى قدامها شعرة بالفخر الإنساني انه الانسان قد ايه في حالة الضياع والوقوف يعني بيبقى من منتهي تماما وبيتدي يقوم ويقوم نفسه لمجرد ان معاه أسرة تحتضنه معاه دكتور بيحبه ودايما يقوله انا بحبك انا حاسس انك هتقوى انت هتكبر يعني قعدت أسبوع الوقتي بأنه شهور بنبتدي نقلل في جرعات الدواء عشان نسحب الدواء من جسمها وتبتدي تبقى طبيعية قد ايه انك بتنقذي عقل إنساني من الضياع ولا النيار ده شيء بديع يبقى لازم احنا كدكترة وكمنظومة نفسية على مستوى المجتمع إنه يبقى فيه حاجات مختلفة وعشان كده فعلا دكاترتنا الكبار كلهم في مراكزهم وفي عياداتهم ابتدوا يبتدوا يعالجوا بالرسم وده أسلوب حديث جدا في التعبير عن المكنونات أو بالموسيقى والموسيقى وباللعب وبالسايكو دراما وابتدئنا النوع شوية في عملية العلاج عشان نخرج الموضوع ده بمنتحة البساطة هذا الإنسان الذي يصاب بالمرض النفسي بيبقى أكثر حساسية من أي حد تاني صح إنسان لماح قادر على استعاب أمور كتيدة وفي نفس الوقت مشاعره رقيقة فما يقدرش يتخبط مع ناس عندها عمف مثلا شوية بشوية يقعد يقاوم وبعد كده يلاقي مش قادر فيبتدي ينزوي فيبتدي يجيله المرض حتى ساعات يعني عملت حاجة كده عن الاكتئاب بسيطة خدتها بسرعة أنت عندك اكتئاب وإيان كلنا لازم نعيه لو ما عندناش دايما مش الطبيعي أصلا كلنا عندنا اكتئاب بس الدرجات يعني أنا بحيث أو مش الاكتئاب كمرض في حد ذاته أيوة اللي هو القدر الهم الزعل الحزن كلها بدايات أيوة تؤدي إلى الموضوع ده أيوة لأنه بكل اللي احنا قلناه بيبقى عندنا مشكلتين جدا في العقل مشكلة معرفية أني معارف يبتدأ التختل يعني منظومة المعرفية بتاعته اختلت أو المنظومة السلوكية عشان كده دايما نقول ايه بنسيب يعني احنا شايفين المنظومة المعرفية بتختل أو القدرات العقلية أو قدرتك على الانتباه والتركيز والنكيب عندك ذكريات معينة بتستفيد منها أو لا تستفيد مش دي مشكلتنا لكن كلنا بنشوف ايه السلوك أنه هو بينطوي أنه هو بيمنع عن الأكل أنه ما بيهتمش بنفسه أنه ابتدم ما عندوش أي قابلية للحياة وللخروج وأنه يعود يتكلم بيصمد تماما عن الكلام مش عايز يتكلم كلنا بنمر بالتجربة دي ولكن خدرتك أنت على أنك تخرجي إما نخرج إما ما بنخرجش بالضبط لا إحنا لازم نقول إيه يعني نحاور ذاتنا وكنت لسه بقول للطلبة أنه لازم يكون عندنا وعي يا جماعة بالمرض أنا لما أمرض أبقى واخدى بلي من نفسي طب أنت عايزة يعني تتعبي يعني عايزة ترتاحي شوية مش قادرة لأنه إحنا عندنا مشكلة جدا في اللايف الصيب بتاعنا إحنا بنوعا نشتغل لغاية ما نموت مفيش حتة زي بره خميس وجمعة دي أنا بفصل تماما عن كل حاجة عن تليفوناتي وحتى الموبايلات دي تؤدي إلى التوحد وتؤدي إلى الاكتئاب والسيجنالز اللي طلع منها كمان بتزودنا اكتئاب وبتخلينا نبطل نتكلم لأنه الفطفضة ده أسلوب علاجية حديث بيتعمل في اللايف كوتش الناس إحنا ما بناش بنتكلم بإلا بنكتب بنكتب أو نكتم أو يعني أو بتوصلي المرحلة أنك تقولي مفيش فايدة أنا لو اتكلمت وتعبت نفسي مفيش فايدة هيحصل إيه يعني الجديد أنا عايزة أقول أنه عملية كتابة حتى مكنوناتك اللي انت زعلانا أو الحاجات اللي انت زعلانا منها دي كأنك بتقطعي دايرة الاكتئاب يعني لمجرد تقولي ودايما دا أنا بعمله كواجب منزلي لبعض الحالات لما بنستخدم العلاج المعرفي السلوكي أنه الواجب المنزلي دا شيء ضروري جدا للحالة أنا عايزة مثلا تكتب لي إيه الحلو اللي فيك وإيه اللي وحش اكتب لي إيه اللي بيضايقك مجرد كتابة أنا متدايق من ماما عشان عملت كذا أنا متدايق من صاحبي في الشغل عشان عمل كذا لأنه احنا مشكلتنا لا ما تعودناش على المواجهة يعني ما تعودش أن سالي تيجي أنا مودي مش حلو فسالي عمل التصر فحاجة أقول لها سالي أنا أنا متدايق قوي أنت عملت كذا ليه فسالي حتبتدي تقول لي لأ أنا ما عملتش كذا عشان أصدحك لكن الشخص المريض نفسيا بقى يعمل إيه يكتم يسكت ويبتدي سالي وحد تاني وحد ترابع ويبتدي تقول ويعمل بقى ويعمل مسلسل في العالم الافتراضي اللي هو عمله لنفسه طب أنا عايزة أستحضرتك عن مين هو المصنف تحت المرض النفسي أو المرض العقلي لو هنفرق ما بين الاتنين لأنه أنا قبل ما نطلع للفقرة سألت حضرتك الموضوع أو النسب بتاعة المرضى النفسيين موجودة بس الزيادة دي داخل القاهرة بس فألتلي لا ده أكتر كمان في الصعيد والأرياف لأنه ما فيش وعي فاللي أنا عايزة عارفه بقى من هل يقدر الوقت ونزود الوعي في الحتة دي مين هو المريض النفسي مريض النفسي مثلا هو مريض بس اكتئاب المعاق بيتم التعامل معه بأنه أو مصنف تحت إيه المدمن مصنف تحت إيه يعني كل شخص كده مصنف أو ينفع اللي هو موجود في أسرة التعامل معه ازاي هل هو مريض نفسي مريض عقلي مريض جسدي يعني عايزين نتكلم في النقطة دي عشي ما نزود الوعي هقول كابسولة صغيرة كده ناخد بالنا منها قبل ما نصنف المريض النفسي والمريض الزهاني أو العقلي وفي مشكلة شديدة جدا أنه الإنسان لما بيمر بصعوب صعوبات في حياته أو صدمات خسر مال فقد عزيز الأمور دي كلها كل واحد منه بيستجيب لها بطرق مختلفة لكن لو هنتكلم على بقى المريض النفسي اللي هو فقد عزيز أو فقد ماله أو مش عارف يتعامل مع الحياة الخارجية اللي هو عايش فيها بيحصل عنده نوع من أنواع الحزن بيحصل عنده نوع من أنواع فقط تقديره لذاته أو أنا مش موجود أنا كأني مش موجود ودي بتؤدي بنا في بعض الأحيان إلى الانتحار ودول بقى بيبقوا بوصلوا لمرحلة من المرض شديدة جدا ويبتحصل لأمثلا في المرض النفسي أو المرض العقلي لكن أنا بوصب بالحزن وبعد كده ببتدي أخاف من نفسي وبخاف من الحوالي ليه دايما بنتكلم في العلاج المعرفي أن خرج المريض من ذاته خليه بص على برا لأنه مشكلة المريض النفسي وبداية المرض النفسي أن أنا بركز مع نفسي قوي إيه دا دا أنا وحش لا دا أنا مش حلوة ليه من أتجوزتش إيه الأمور دي لا لا دا أنا مش حلوة طب أنا حيتجوز إزاي دا الرجالة مش عارفة إيه عندهم وصفات معينة ببتدي أحط على نفسي أمور سلبية تماما فخلاص أنا بتعايش مع الأمور السلبية دي وبخاف جدا من نفسي ومن الآخرين شوية ويبتدي يحصل عندي أنواع من القلق على حاجات كتير قوي وتبتدي تظهر بقى الأمراض النفسية اللي هي الاكتئاب هبتدي أفقد صفات معينة عندي مش هروح الشغل هتعمل بنرفزة وعصبية أو بإهمال شديد عند الناس أو أني أفقد مميزات الحياة طيب وبعدين لا دا فيه أمراض تانية ممكن تيجي الوسواس القهري الأبسست الناس اللي تبتدي تبقى عندهم نوع من أنواع الكيرسي العالية يعني يبقى عنده مثلا أنا لازم أخسي الإيدي كويس قوي وسواس وسواس أخسي الإيدي قوي لو الجاكت مش معمول كده يبقى لا دي فيه مشكلة لو الكوباية مش محطوطة هنا بالشكل ده بالنظام ده يبقى فيه مشكلة لو شوزي مش محطوط في مكانه ويبقى فيه مشكلة لو حد مسك فطي يبقى كارسة سودا هتبتدي وسواس النظافة نبتدي به شوية وبعد كده يخرج لينا أني أنا مش متأكدة أن أنا قفلت الباب كويس أخرج وبعدين أرجع تاني قفل الباب ثلاث مرات عشان أتأكد أنه تقفل أخرج من باب بيتي أفكر أنه الشقة هتولع البتجاز ما قفلتوش وأنا قفلها الشباك مفتوح اتحرامي هيدخل دي كلها عواقب للي احنا قلناه في الأول دي مشكلة خطيرة وعلى فكرة في ناس كتير عندهم الموضوع ده وللأسف الأزواج أو الأباء يقولوا إيه دي نظافة شخصية أصلا نظيف شوية وهو مش فاهم من ده مرض وعشان كده أنت كنت بتكلميني هو إحنا عندنا الأمور دي ممكن تكون مرض أيوة ده مرض ومرض شديد جدا أهملت الوسواس القار أوصل لي مرحلة الشيزفرينيا والفصام يبتدي قدراتي العقلية تقل ما مش عارفة استخدمها طبعا استخدام صح لإني أنا قريدي شغال في منهجية غلط فيها ملابسات أنا مش فاهمها بجانب أنه العلاقات بين الأب والأم مهمة قوي أني أتفهمها أتفهمها إزاي أني أنا قلتلك فيه خوف فيه ألأ فيه توتر فيه اكتئاب وبعد الاكتئاب ممكن يوصل لوسواس قهري ممكن أوي نوصل ليه اكتئاب أحادي القطبين وسناء القطبين ده لازم ناخد هنبتدي نبتدي ناخد أدوية يعني ممكن لغاية الوسواس والاكتئاب الخفيف ممكن ما ناخدش أدوية أو ناخد حاجات لا يتاوي وده يبقى ليه سن يا دكتور الكلام ده كله ولا ليها أي سن لأنه ممكن أو يبقى عندي أنا اكتئاب وانا كبيرة وطفل عنده 8 سنين عنده اكتئاب طفل أقل من 8 سنين عنده اكتئاب لأنه أمه ولدته هي عندها اكتئاب فتبتدي تلاقي عنده طفل صراخ شديد ما عندهش انسجاب مع الواقع مش مرتاح وعشان كده دايما تقولك البيبي الصغير ما تقليلوش هدومه خليه حر تحسنه طفل مش طبيعي رضعته مش طبيعية لأن الأم وهي في فترة الحمل أصيبت بيه اكتئاب ما هو ده بقى اللي كنت بقى سأل فيه حضرتك إنه إحنا كأمهات وأباء ما عندناش الوعي الكافي تجاه أنا ممكن أقول على ابني أو بنتي مرضى نفسين ولا لأ أخوي أو أختي مرضى نفسين ولا لأ الأب والأم مرضى نفسين أو عقليين ولا لأ فأنا عشان كده 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 نصنف يعني مثلا لو طفل عنده توحد ده مريض نفسي مريض الـ ADHD مريض نفسي التوحد التوحد بيتقال عليه إنه هو مرض عقلي 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 لأنه هو بيصاب بيصيب بالسنترل بتاع المخ فبيتحط في الكاتجري لأنه إحنا عندنا عندنا تصنيف للأمراض النفسية والعقلية أيها من أمريكا وإحنا بنستخدمه طبعا بالعربي التصنيفات دي بتتغير كل فيرجن تمام لأنه فيه أمراض بتظهر جديدة بالضبط يعني زي الجنسية المثلية ده مرض كان مرض نفسي في فيرجن 5 خرج بقى مرض اجتماعي تمام يعني مرض اجتماعي يعني المجتمع هو المثير لهذا المرض مش هو مرض نفسي برغم أن نوع من أنواع المرض الجديد أصلا بالضبط لكن إحنا لازم نتكلم على أنه الإنسان ده طبعا بره عندنا اختلافات كبيرة هم بيقول لك مين قال لك أنه هو مرض نفسي ده حرية شخصية يعني هي ثقافات مختلفة ثقافات لعنائنا للأسف بناخد التصنيف النفسي العقلي من الخير لكن أنا لازم أني يبقى عندي مع فقافة المجتمع اللي أنا فيه مع ديننا مع شريعتنا مع حياتنا يعني في عاجة كتير التصنيفات صعبات التعلم صعبات التعلم دخل جوة التصنيف النفسي من الأمور بقى لها كتجري لوحده صعبات القراءة مع حاجات خاصة بالمخ فحطوها في الحتة العقلية شوية التصنيفات دي كلها إحنا كنا لسه بنتكلم عن سما اللي بقعدت لوزير التربية والتعليم بتطلب منه أنه يشيل القبلة المنغولي عملنا مقالة على الموضوع ده أنه يا جماعة في ترمونولوجي أو مصطلحات بتتغير من سنة لسنة لأن المرض بيحصل فيه تطور كان القوتزم زي أنت بتكلمي كده وهو مرض عقلي كان بيتوحد بيتكلم على أساس أنه توحد بس الوقتي بقى لأ ده أنا بقى عندي ADHD اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباع مع القوتزم فأصبح مرض خاص بنفسه لأ الموضوع بس ده مرض وده مر ده بيبقى لي صف لأنه مفترض إحنا عارفين كلنا أن المتوحد ده الإنسان المنطوي اللي ما بيتكلمش اللي ما بيضعش بالقوتزم ففرط الحركة ده اللي بيتحرك لكن هو بتبقى حاجة عصبية أكتر فبيبقى فيه إنسان بيشخص بكل ده فأنا الوقت بقولك أنه مشكلتنا أنا ممكن أبعد عن المرض العقلي لو أنا ما عنديش مشاكل جينية وراثية أوكي؟ أني أنا أهتم بالمرض النفسي أني يبقى عيني على ابني لو ابني حصل فيه سلوكه أي تغير والإدمان موجود في المستشفى العمراض العقلي لأنه ناس كتير بتعتبروا أسبابه نفسية أكتر لا معلش يعني الإدمان نفسي والعقلي لا الإدمان الإدمان عموما إدمان الإدمان الإدمان الكحل أي نوع من أمع الإدمان ناس كتير أوي فصرته أن مشكلته الأقولة نفسية قدت به إلى الإدمان ثم رجعت به أنه حالته النفسية كمان بعد الإدمان بيبقى ليها نظام تاني يعني بدايته نفسي بدايته نفسي وبعدين بينتهي إلى الإدمان وبعد كده بيرجع النتيجة لها نفسية تاني لأنه بعد الإدمان بيحصل أن لازم المدمن بعد الاثناشر جلسة يحصل عنده علاج نفسي علاج نفسي لإيه؟ للحالة اللي هو وصل لها لأنه ناس كتير تقولك لا هو مرض وهو مرض فعلا لأنه أنا لما أوصل بإني قاتوها عن العالم عشان ما فكرش في مشاكلي تبقى دي مشكلة أنا عندي حالة إدمان هروين ودخل المستشفى كذا مرة والوقتي بيتعالج بالإتناشر خطوة وبيجي معنا الجروب حلو قوي أنه برغم خلاص بيخف أنه يقول لي بس أنا زعلان من ماما شايفة؟ شايفة؟ في عمد وحتة حتة هي ما بتتغيرش عمال يلف حواليها ما بيخفش منها برغم أنه الأم وشوفي بقى هو مشايف الأم بتقف وبتقف معاه وبتروح معاه وما فيش مشكلة خالص لكن هو جوا محمل شخص ما اللي هو فيه فمرض نفسي دي مرض نفسي هنا مهم فلو أنا بقول عايزين نعمل توعية مش بنعالج من المرض بس ولكن بنعالج من أسباب نفسية خاصة بالشخص قدت إلى وصول لبرحلة المرض هل تفتكري أن لو حد بيقول لحد أنت غبي ممكن تقدي به لأنه يصاب بمرض نفسي أو أنت فاشل أو أنت أصلا ما لكش أهمية في الوجود أو ما لكش أهمية خالص قد إيه كلامنا ممكن يحد من المرض النفسي وقد إيه الوعي بأن ابني لو حصل عنده أي خلل في منظومة حياته الطبيعية اللي كنا منسجمين مع بعض فيها بقى منطوي أكتر لأنه مشكلتنا كمان عندنا مشاكل مراهقة بتخرج مشاكل نفسية غير طبيعية زي فصام المراق يقلب تماما يختفي يعني كأنه إنسان كان طبيعي وانتقل إلى مرحلة اللي طبعية طيب أنا هكمل كامل هكذا بستخد معنا تليفون معنا أستاذ صبحي من القاهرة ألو ألو يا فندي صباح الخير صباح الخير صباح اتفضل يا فندي حضرتك أنا يعني التوعية بالنسبة للمرض النفسي تبدأ من البيت ومن المجتمع يعني أنا معي أخي مثلا من بعد ما خلص الجيش كانت الحرب وبعد ما خلص الجيش كان في حالة نفسية يعني بعد ما خلص الجيش هو بقى في حالة نفسية يعني دخل في مرحلة اكتئاب مثلا أنا أستاذ صبحي أستاذنك تسمعنا من التليفون وتوتي التلفزيون خالص حاضر أنا حضرتك ألو أنا معيك يا فندي احنا معيك على الهوة تفضل كم الكلام أيوة حضرتك احنا عارضين توعية ثقافية بالنسبة للقصة وتوعية ثقافية بالنسبة للمجتمع عشان كده هو أنتو حضرتك فيه أيام سبعة شهر حين تزوره ناس في المستشفى بتاك العباسية معي ألو أنا معيك يا فندي أنا معيك رحين تزوره فيها في البيوت موجودة في البيوت ما فيش حد ما فيهم بها خالص من ابنها أنا ليه أخ الأخ ده والتعبان نفسيا تمام وعاد يعني بطيلي حد ما وصل لتبعة ستين سنة وهو متواحد في البيوت حتى المجتمع بيتعالي معاه بطريقة مستفيدة جدا ويعني ممكن يتعامل معاه طبعا حتى الشباب الصغير حتى بالشارب ما بيعرفش ينزل الشارب من الشباب إن هما بتعمل معاه معاولة كده طب اسمح لي يعني طب اسمح لي أستاذ صبحي يعني هو بقاله فترة كبيرة زي ما حالك بتقول قاعد في البيوت حضرتك مثلا معارضتوش على دكتور محاولتوش تدخله مركز يتعالج فيه عند طول نص اللوزة وفاتح اللوزة لناس كبيرة جدا وبرضو لسه في المرض النفس زي ما هو عنده كم سنة حضرتك باصل عنده حضرتك سبعة وستين سنة بقاله كم سنة مريض نفسي من بعد الجيش بحيك بتقول من بعد ما حاضر الحرب بتاتها صدقين حضرتك يا الله وطلع من بعد الحرب المصروض يتوضف ما يكملش الشغل بتاعش بسبب اللي يشوفه في الحرب قاعد نتواصل معها في العلاج لحد ما وصل بالسلم جوة لحد الوقت هو متواضد في البيوت جوة البيوت وما فيش تعامل معها المجتمع خالص بسبب معاملة المجتمع وطبعا أنا بوضي بس يعني يتعالج الزوء ممكن كل فترة بياخد علاج ويرجع مفيش أي تقدم خالص ونحد ما وصل بتتنمي جوة انتو حضرتك بتدوره على البرة اللي في المستشفى يوم 27 في العباسية أما جوة البيوت لي حالات كتيرة عارف عاوزين يتم بيها إزاي يطلح من جوة المرض اللي هو برعا عن بيشبح عليهم فعارفين يعملوا حاجة منه تمام عارفين شكرا لحضرتك شكرا طب أنا أنا بس يعني معلش أنا معتزل لمؤاطعة حضرتك ولكن هو ده اللي كنت بس قال فيه حضرتك انه ده مريض المجتمع بيتعامل معاه على انه شخص أولا الناس بتريع عليه الناس يعني بتاخدوا مجال للسخرية الناس مش بتحب تتعامل معاه فرغم انه هذا الشخص بعد ما بيخرج من فترة علاج في مركز من المراكز بيخرج يصطدم بالمجتمع فيحصل له نكسة مرة تانية وبنفضل في دايرة مغلقة لغاية لما بيوصل لقرب الاربعين سنة أو حاجة وتلاتين سنة مريض داخل البيت هو ده اللي كنت بتكلم فيه فممكن بقى يحصل ايه التوعية بتحصل لمين بره فيه سنات سنترز لأهل المريض النفسي شيء الوعي يعني عندهم وعي انه عاملين سنتر للناس اللي بتتعايش مع المريض النفسي ما له وما عليه يقدروا يعملوا ايه ايه الفنيات اللي يقدروا يستخدموها لو حصل لهم اي حاجة فيه رقم يتصلوا به انيعمل ايه نتصرف معاه ازاي كمان موضوع انه الدكاترة والاخصائيين زي ما بتحصل كتير في حالاتي بيخرج من المستشفى بخرج معاه اخصائي الاخصائي ده بيقعدوا مثلا في قهوة وبيبقى معاه الاخصائي اللي عالف يرد على اي حد ممكن يتعامل معاه بطريقة مش كويسة يبتدي يمشي شوية يخرجوا يعني يحصل اندماج مع المجتمع مع حد متخصص لانه ده مش موجود هنا ده مش موجود انا انا بعمله بصفتي الفردية هتهولي لغة العيادة مثلا من المستشفى للعيادة اتمشى دخلوا اعادوا خليه هو يحاسم شوف ايه تفاعله هيبقى عامل ازاي هيتدايق من ايه الموضوع ده مهم جدا لانه لما بيكون الانسان مع حد متخصص فاهم لو حد بصله بطريقة مش كويسة هيحصل ايه وتفاعله هيعمل ازاي بتديله دفع القدام لكن لو انا في مشكلة يعني انه في بنت بتخاف مثلا من الاماكن المفتوحة او بيجي لها لما بتشوف مكان مفتوح بقوض وبتاع فوبيا فبيجي لها خوف فبتبقى ايه عايزة تمسك في حد عشان خافة تقع هي مش هتقع لما خرجت مع اهلها زعقولها ده من الناس وقالوا لها فيه ايه انت ايه اللي بتعملي انا خرجت معها بنفسي ونزلنا للمول جدت وقاللي دكتورة الحقين انا حقا قلت لها لأ انا مسكاك يلا مفيش حاجة انا هجيبلي الكورس ونعط عدتي خدتي بالك طب شوفي انت في حاجة الوقت هناخد نفس هنقوم يلا يلا نشتري يلا نعمل رجعت البنت في قمة سعادتها في حسة انها قالتلي انا الاول مرة في حياتي من غير حتى ادوية اه بقاوم نفسي وبعمل بس انا خفية بس انا خفية برضو يعني خطوة كويسة من اسرة او من عيلة انها تتكلم حد متخصص زي حضرتك علشان هم حسوا ان في مشكلة عند بنتهم الفكرة بقى في انه الناس اللي ما بتتكلمش وبتتعامل هي اكيد انه انا فهمة ودرسة كل حاجة وانه انا يعني عندي معرفة وعلمة بكل حاجة فهي بقى دي النقطة المهمة اللي عايزة اتكلم مع حضرتك فيها بس خلينا ااخد التليفون داني معانا ام مينا من اسكندرية الو لو سمحت اكلم الدكتورة مع حضرتك كيفا لو سمحت انا ابني عنده 24 سنة وبياخد علاج من الوسواس الكهر وعلاج للقلق اه انا بسأل هل العلاج ده هيستمر لطول حياته ولا هيشف منه بقاله قد ايه حضرتك بقاله يعني في حدود ده اقل من سنة بتعقى من تشهر كده تسعة تشهر احنا بناخد دواء بدون جلسات علاج نفسي لا مفيش جلسات علاج نفسي دواء بس ناخد دواء بس عشان اقول لحضرتك ان احنا لانه في جلسات العلاج النفسي ممكن اوي ما ناخدش ادوية ونبتدي نتعامل مع المريض حسب الحالة طبعا فانا بالنسبة لابن حضرتك لازم ياخد جلسات علاج نفسي لازم يبتدي يتعمله برنامج علاجي في المفاهيم الوسواسية اللي عنده وايه اللي بيخف منها وايه اللي بيزيد منها وازاي نحد وازاي نشتغل عليها لانه دي مهمة جدا عشان اقول لحضرتك انه خلاص هو حيمشي في حياته طبيعية من غير ادوية من غير ادوية بعد كده يعني انا فيه ناس بياخدوا ادوية وبنشتغل علاج نفسي وفيه ناس علاج نفسي ومن غير ادوية والتنين بس بيبقى بس ما فيش حد الاهل صبورة الاهل بتيجي معاه بس ما فيش حد يا دكتور ما فيش حالة زي حالة ام مينا ما فيش حالة ندوى من غير علاج نفسي لا طبعا ولو يعني مفترض انه ده سيستم قديم قوي ان انا ادي للوسواس القاهري ادوية واسيبه طب هو هيغير ايه من المفاهيم من الافكار اللي عنده الوسواسية فارجو من سيادتك لو فيه معالج نفسي عندكو في اسكندرية حضرتك تروحيله ويبقى عارف ايه الانواع الادوية اللي بياخدها وجرعاتها ويبتدي يتكلم مع الدكتور اللي اداله الادوية انه انا هشتغل كذا وهعمل البرنامج الفلاني وهتعامل معاه ويبقى فيه تواصل بينهم من بعض عشان الدكتور السيكاترس يبتدي يقلل في جرعات الدواء ويبتدي يشتغل بالعلاج النفسي الى ان ينتهي الموضوع طيب دكتور يعني اعذروني يعني او حيض تعذروني عن السؤال اللي هسأله دلوقتي يعني في المكالمة اللي هي قبل امي مينا اللي هو استاذ صبحي الحالة بقالها تقريبا اكتر من 30 انحيا يعني لفتها نظري قوي الموضوع الحالي لانه انا حاسة انه الموضوع لا كتير كتير الناس كتير هل الاحسن بقى الحالة زي دي انا بعتزم مرة تانية عن اللي هقوله بس هل الافضل الحالة اللي زي دي اللي مش بتتحسن اللي كل ما بتروح للمستشفى وترجع مرة تانية تتنكس هل الاحسن انه يفضل طول الوقت في مستشفى افضل له بوسي حتى المستشفى حتى نظام المنهج السريري انه هو يبقى ليه مستشفى يقعد فيها بيحاولوا دايما انهم يخرجوهم في رحلات يتعاملوا معاهم انا قصدي بحاجة تابعة المستشفى ما يسبش المستشفى ويرجع يستقر في البيت بوسي انا في حالة واحدة بس اللي انا اقول انه هو ما يسبش المستشفى لما يصبح خطر على نفسه وعلى اخرين انه ممكن يقتل انه ممكن يخبط انه يبقى في حدة الانفعال ما يقدرش ينفع يعني يمسك نفسه بالادوية الامور مش ماشية لو خدتي مسلسل تحت السيطرة ايه طبعا بلا شك فيه ناس كتير برضو ما فهمتش الموضوع الموضوع تخلل انه البنت دي في الاول كان عندها مشكلة مع امها في تعاملها مع اختها وده كان مرض نفسي عادي تمام والام ثابته وما هتمتش به بجانب انها لما تزوجت الامور زادت تمام بقت اصبحت يعني خطر تمام بعد كده لما دخلت المستشفى وضعت تحت ايد حد ما عندهش ضمير فابتدى تجرب عليها ادوية تؤدي الهلاوة السمعية وبصرية وتقلل من او تزود من المشكلة اللي عندها لما ابتدى يبقى فيه دكتور يبتدي يتكلم معاها ويبحث عنها ويخرج بيها ابتدأت تتحسن بغض النظر حتى لما تحسنت لو خدتي بالك لما بصت للصورة وابتدأت تدخل جوه الصورة معناها انها ابتدأت تدخل جوه نفسها تاني طيب احنا معنا بس تليفون انا بعطزها الهيك ومعنا ام مينا من سهاج ألو صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا فندي كل سنة انتو طيبين موتي طيبة طيبة وليلي ممكن الشغل برا ويجغط الشغل وعشان ما الواحد ما يجدعش يتكلم ويجغط البيت ويجغط العيان وكده ممكن يجيب تعب نفسي ايوا نعم حضرتك عندك حالة معينة بتسألي عنها يعني زوجك ابنك تحوفات تخصية كده في الشغل برا جوا ممكن يجيب تعب نفسي يجيب تبرا في الشغل في البيت مع جوزي مع أولادي كده ممكن يجيب تعب نفسي حضرتك بتحسي حضرتك بتحسي ساعات انك مش بكامل قوتك عندك خمول مش قادرة تقومي من مكانك تعاملك مش طيقة ولادك لما يجي تكلموا معاكي مش عايزة تسمعي صوتهم زوجك مش قادرة تتفاعلي معاه بالشكل الطبيعي اللي كنتي بتتفاعلي معاه قبل كده طبعا بلا شك نسبة عالية جدا من ستات مع تحملها والسترس أو الضغوط الزيادة أصبح عندنا الوقت في حاجة اسمها استرس ديس أوردر كل الحاجات اللي حالك قلتيها دي احنا طريبا كلنا بمر بيها يعني حتى لو سننا صغير لا لا طبعا دي مهتمية بعملية المرونة الشخصية لأنها الخلل اللي بيحصل ساعد المرض النفسي خلل بيجي في الشخصية مش في العقل مش في القلب بيجي في شخصية الإنسان أنصح كل الستات اللي بتقول نفس اللي أممين بتقولوا أنها لازم تقعد مع نفسها فترات تشوف صحابها الأدام تخرج لوحدها بدون الضغط العصبي ده لو حس في الشغل بأنه مديرها ضغط عليها زمايلها ضغط عليها لازم تبتدي تفصل الموضوع ده تحاول تخرج بره النطاق ده حاجة يا أممينة ولكل الستات أول ما تلاقي نفسك في النرف ده تعملي تمرين النفس اللي هو بتاخدي نفس وبيتخرجي ما بتفكريش في أي فكرة سواء في العيال في الشغل في بتاع بتفكري في النفس تمرين الاسترخاء ده أو تمرين الميديتيشن ده بيعتبر شيء بسيط بس بيريحك شوية دكتور صفي نازل عبد السلام استشاري طب النفسي ومعد برامج الأسرة بشكرك شكرا جزيلا وجودك معايا النهاردة شكرا حبيد مشاهدين كنا معاياكم النهاردة في حلقة يوم الثلاث ستاشر يناير الفين وثمانتاشر من صباح النور نتمنى تكون الحلقة النهاردة عجبت حضراتكم نتمنى يكون الموضوع الرئيس النهاردة موضوع الطب النفسي والمرضى النفسيين اللي موجودين بنا كلنا عرفنا زي نتعامل معهم إلى حد كبير ونتمنى الفترة اللي جاية ما يكونش فيه أمراض نفسية بنسب كبيرة بكرة ان شاء الله هيكون فريق عمل يوم الأربع مع حضراتكم في صباح جديد وصباح النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة